في عادة كده موجودة في الشريعة إن الإنسان حينما ينتهي من عبادة يشرع في عبادة أخرى فربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب الآية معناها إذا انتهيت من عمل صالح ابدأ في عمل صالح جديد فإحنا بعد ما بنخلص الصلاة بنختم الصلاة بعد ما بنخلص الصيام بنصوم ستة من شوال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه العادة الجميلة وهذا الحكم الشرعي المتميز الجميل فيقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال كان كصيام الدهر يعني صيام السنة كلها النهاردة إحنا لما نصوم رمضان كامل يبقى تلاتين يوم وبعدين نصوم ستة أيام من شوال يبقى ستة وتلاتين يوم في عشرة لأن الحسنة بعشر أمثالها والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء يبقى ستة وتلاتين في عشرة بثلتمية وستين يعني كأنه صيام الستة وتلاتين يوم رمضان تلاتين يوم والستة أيام من شوال تعادل صيام السنة كلها فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستحب لنا أن نتبع صيام شهر رمضان بستة أيام من شوال تيجي بقى الأسئلة لحضرتك بتتفضلي بيها ويكثر فيها السؤال بعض الناس تقول هو لازم بعد رمضان مباشرة يعني أبدأ يعني من تاني يوم العيد والإجابة لا مش لازم ولا حاجة ممكن تريح العيد كله ممكن تريح خمسة يام بعد رمضان وبعدين تبدأ المقصود أنه الستة أيام تقع في شهر شوال شهر شوال تلاتين يوم غالبا قد يكون تسعة عشرين قد يكون تلاتين يبقى إحنا في التلاتين يوم عايزين نصادف المسلم وقد صام ستة أيام من هذا الشهر الكريم هل يشترط فيها أن تكون متتابعة؟ لا ما يشترطش وراء حاجة يعني ما يكونوش وراء بعض مش لازم أبدا هل يمكن أن أنا صومها اتنين وخميس بعض الناس تقول أنا طبيعي في حياتي بصوم اتنين وخميس هل ينفع أن أنا صوم الاتنين وخميس في شهر شوال فهيساو أكتر من ستة هل ينفع كده؟ ولا طالما أنا وصوم الاتنين وخميس لازم أصوم أيام ستة تاني غير الاتنين وخميس فبنقول له لا ما فيش مانع أن حضرتك تصوم الاتنين وخميس بنية الاتنين بنية أنك بتصادف سنة سيدنا النبي لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس وبنية أن أنت عايز تصوم ستة أيام من شوال طلبا للثواب والأجر الذي أخبر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال كان كصيام الدهر يعني العام كل